نروح بقى لمباراة الغد اللي هتبدأ ان شاء الله الساعة ثلاثة ظهرا بتوقيت القاهر كابتن فاروق بكرة بمشيئة الرحمن من خلال اللي فات حابب تقول ايه لكابتن حسام البدلي ونفس سؤالها بقى لكابتن علاء قبل ما نستعرض بعد حالة البيرو لمباراة كينيا طيب اول حاجة التشكيل يبقى في ادياء الحدود التغييرات لا التشكيل التشكيل في ادياء التغيئة يعني ما نلعبش في التشكيل اه يعني التغيير في ادق الحدود بالضبط يعني نحافظ على القوام بتاع الفرقة اولا القوام بتاع الفرقة احنا مش بلعب فرقة انت بردك ما بتروح اما بتقول توجو وجزر القمر ده ده موضوع غير مصر وجزر القمر يعني نتكلم عن اللعيبة عن ده خبرات لعيبة على مستوى عالي كرة متقدمة مهارات امكانيات اكتر فانت محتاج يعني ما تلعبش في الفرقة يعني مش مباراة هزو حسام يعني انت عملت درون مع كينيا لكن انت انا في اعتقاد يمنروح كينيه نكسب انه في اليوم ده في كينيا اه احنا في اليوم ده مكنش معظم اللعيبة مفيش مفيش نجم موجود في الفرقة مفيش قائد موجود في الفرقة الاداء الجامعي مكنش موجود وعشان كده مكنش انت ليك وجود في الملعب وده بشكل كبير احنا بكرة لو هو حيغير ازي انا كان انا على قناعة بشكل كبير جدا ان حسام حسن دعب سموحة هو اللي يكون مهاجم اه هو يكون مهاجم اتمنى اه ده امنية اه اتمنى ان يكون هو موجود بدلا من كهرباء اه يعني او او يعني يعني هو لازم يكون ده موجود ليه عنده المهارات المهاجم يعني بلعب دماغه كويس بيفاجئ اللعب بشكل كويس جدا بايه كرات العرضية بتبقى بتاعته محطة 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 بيقدر يتحاجم وعنده خبرة قوي يعني فيه عناصر في اللعيب الدولي غير اللعيب المحلي اللي انت تبقى قوي عارف تتماسك تعرف تثبت الاقاع بتاع فرقيتك تقدر تحجم المدافعين انا شايف حسام حسن وهو دلوقتي في التوقيت ده بدانيا كويس فحيبقى فايدة للمنتخد تاني حاجة المباراة دي مش محتاجة تجربة حد مش محتاجة ان انت الجامل حد انت بتلعب باسم مصر فا يعني مصر ولادت عن ده على الاقل مثلا لو قلت المنتخب هجيب مئة لعيب تختار منه ال 11 لعيب بسهول الله تخلبك معا 23 لعب هم اللي موجودين بقى زروف بقى انت ظروف يا كبت من تبعات بيرامدز والاصابات اللي جات لك كل الحاجات دي ما دي كل ده وارد لكن لو كانت لعيبة بيرامدز موجودة مع المنتخب كل ده مش هتحس بدا انت حسيت بي ما فيه سبع لعيبة برا من بيرامدز ده اثر على اداء المنتخب نعم بجانب الاصابات فانت عندك 10-11 واحد مش موجودين يعني فرقة يعني نصيح هيك الاولى عدم اللعبة في التشكيل ولا طريق ولا طريقة اللعبة ولا طريقة اللعبة ولا طريقة اللعبة يعني انت هنا لعبت انت لعبت هنا مهاجم هنا انت هنا ملعبتش خالص اه مفترض يعني اه يعني انت هنا ملعبتش خالص اه طب وكده لو ما غيرش بقى مش هيلعب هناك بقى هناك هناك احنا ما قلنا كينيا هنا كنا للستوديو وانا بيعني بردك بتكلم بأمانة جدا للستوديو انا واقع جدا فيه فرق انت ما بكون عندك مهارة لازم تلعب مهارة عندك قوة وسرعة وانت ما عندكش دولة يعني بتلعب فرقة عندك قوة وسرعة وانت مش موجودين عندك متقدرش تكسب وده اللي حصل فماتش كينيا احنا شوفنا الشوت التاني فريق كينيا هو المسيطر هو اللي عايز يجيب الهدف هو اللي عنده ده مش دوافع معنوية ولا نفسية ده دوافع فنية يعني ما بتكلمش على المهارة اللياقة البدنية افضل القوة هما افضل السرعة هما افضل التنظيم في الملعب هما افضل فدي كانت مشكلة لك في المباراة يعني النصيحة الاولى هي طيب نروح بقى مرة تانية حسام حزم تحديد انا عايز اقول لك انه جزر القمر وهعرض لك لقطات لها دلوقتي طبعا انت عارف انه كسبت توجو وعسف وعندنا الهدف ممكن نوره لك مرة ثانية وكمان في التصفيات اتعدلت كانت مع الكاميرا الواحد واحد وتعدلت مع المغرب اتنين اتنين بما يعني انه فريق ما هواش سهل اه طريقة اللعبة بكرة موجة نزك قبل ما تقول لي برأيك في التشكيل بقى طريقة اللعبة مش بتتغير هي 4 2 3 1 مفياش اي تغيير خالص زي ما كيفتورو كان بتكلم لمعطيتش بكابتو حسام مش من نواية مدربين بيغيره في الترق كتير خالص لو كل طريقة جالك بكابتو حسام مكان في النادي الاهل مثل منتخب مصر متخب قلومى هي 4 2 3 1 بيحافز عليها لكن هي الطريقة مفياش تغيير والطريقة واحدة بس هي ديت منها كمتحت اللي guys نجح الطريقة أو خلالها فشل العناصر بتاعتك العناصر بتنفسك الطريقة أي مدر في العالم كل مدر بليه فلسفة بقت 4-2-3-1-4-3-3 جميل أول لكن العناصر الهدف ده فريق طبعا العناصر بتنجح لك الطريقة أنا معك بتمفروطه والله ما تكلمنش حتى في الموضوع أنا من رأي كابتن فاروق حسام حسن لازم ورس حربة بكرة أنت محتاج راجل دي لحتيته مكانه مع كل الاحترام لكهربا وكده لكن كهربا على الأطراف بقوله زمان ملعبش حيط رأس الحربة دي تحز واحد رأس الحربة دي في حسام حسن مواصفات خاصة في حسام فحمد جمعة لكن إصابة إحدا من الكلام على مصطفى محمد مصطفى محمد كراس حربة شكله رأس حربة إمكانياته عارف مهامه كويس قوي بيعف جيب جول بتحرك كويس قوي في 18 ما حطها كويسة كل الإمكانات دي صعبة تلاقيها في حد غير الوقت حاليا حسام وعنده صغف نفسه ما بخافش الموقف نفسه لكن هو قلينا حاجة تانية خالص أن المنتخب أو كابتر حسام يقع تحت ضغط المباراة الأولى هي دي المشكلة مع كنيا دي المشكلة لأنه أنا مضغوط لازم أكسب لكن المتشاط دي عايزة صبر وعايزة هدوء ودائما بقول إحنا كلعيب الكورة في مصر عم باته كله حتى في فرق بتاعف تكسب بره أسهل من معلمعابك إن بره جزر القمر أكيد طمعا فيك مليون في المئة طمعا فيك بكرة الكسب هو توجو بره في توجو عرف طبعا نتيك تاك ليه يقول لك طبعا ليه ما كسبش المنتخب مصر بالنسبة له أمل يعني كله أمنيات حياته إنه يكسب منتخب مصر لها برضو منتخبات كبيرة هي دي بقى نقطة لحدها كمان أنه عنده عنده حتة ثق ما بيخافش منتخباتك كبيرة واضح إن منتخب متطور يعني زمان ما كنش مع المنتخبات دي خالص المنتخبات دي كانت تفرب وإن روح نكساوه معادة جدا رايح جاي كلهم في أوروبا يعني لعيبها في الأوروبا دي اللي فرأتك في المتحد حتة الاحتراف الخارجي بالنسبة لأفراخي كلها فرأت مع المنتخبات نفسها الوقت المنتخبات نفسها تلاقي مثلا ثلاثة ربعة في أوروبا حتى لو مش فرأ فرس كلاس ستلاقي مثلا درجة تانية ولا حاجة لكن الاحتكاك نفسه والأجواء بتطلع لك في الآخر العين المنتخب محترم جميل